نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان أهلا بكم أهلا بكم والبداية مع أبرز العنوي جلالة السلطان المعظم يهنئ الأمير محمد بن نايف لاختياره وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان لاختياره وليا لولي العهد في المملكة العربية السعودية السلطنة ومملكة إسبانيا تؤسسان صندوقا استثماريا بأكثر من مئتي مليون يورو لدعم إنشاء صناعات إسبانية في السلطنة اتفاقيات لدعم توطين صناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الدقم على هامش ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد مصادر يمنية تتحدث عن تقدم للمسلحين الحوثيين في مدينة عدن واستلائهم على عدد من أحيائها باعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيتين تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليا لولي العهد وتعينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متمنيا جلالة السلطان المعظم لسموهما كل توفيق والنجاح في مهامهما وللمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التقدم والرقي والازدهار برأس مال يبلغ 200 مليون يورو وقع صندوق الاحتياطي العام للدولة على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسبانية الداعمة للاستثمارات الإسبانية حول العالم لتأسيس صندوق مشترك يهدف لتمويل الشركات الإسبانية الراغبة في توسيع أعمالها التجارية وتوطين صناعتها في السلطنة كما سيساهم الصندوق في نقل المعرفة وتوطينها محليا بالإضافة إلى تحويل أو تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار وتصدير منتجات تلك المشاريع للأسواق الخليجية والعالمية كما سيعمل الصندوق للمؤامة بين التقنيات التي تزخر بها الصناعات الإسبانية والبيئة الاستثمارية في السلطنة والاستفادة من المواد الخامة العمانية وقع المذكرة نيابة عن صندوق الاحتياطي العام للدولة سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق وبعد لقائه معالي درويش بن إسماعيل بلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أشهد معالي خايمة غرسية لقاسة وزير الدولة للتجارة بوزارة الاقتصاد والمنافسة الإسبانية بالاقتصاد العماني ومتانته معتبرا أن الاتفاق على إنشاء الصندوق المشترك بين البلدين سيساهم في زيادة التجارة البينية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة عمل الشركات فيما بين البلدين أكد صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود السعيد خلال افتتاح عمال ملتقى الدقوم المجتمع والاقتصاد أن منطقة الدقوم تعتبر واجهة اقتصادية عالمية متعددة الأغراض ومركزا أساسيا في المنطقة نظرا لموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي ونقش الملتقى تفعيل أداء الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية كما استعرض فرص الاستثمار بالمنطقة ملتقى الدقوم المجتمع والاقتصاد في نسخته الثانية يسلط الضوء على الفرص الواعدة التي ستطرحها مشاريع الدقوم لأبناء السلطنة بشكل عام ولأبناء محافظة الوسطى بشكل خاص كما يهدف إلى جاد جزر تواصل بين المؤسسات المعنية بخطط الاستثمار وبين أصحاب الأعمال الذين لديهم طموح في الاستثمار بمنطقة الدقوم الملتقة الذي يهدف إلى طرح كل المشاريع والفرص الاستثمار الموجودة في منطقة الدقوم الصناعية وأيضا تهدف إلى تقوية الجسور ما بين المؤسسات المسؤولة عن تقليق المشاريع والشركات التي تطمح في استثمار في منطقة الدقوم وأيضا توضح للشركات التي لهم مشاريع حاليا وكيف يمكن الشركات الصغيرة الموسطى يتعاونوا معهم في هذا الاستثمار الملتقى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقوم يشارك فيه عدد من أصحاب الأعمال والأكاديميون والخبراء المتخصصون وناقش المشاركون في جلستين رئيسيتين عدد من أوراق العمل تضمنت الجلسة الأولى محور المسؤولية الاجتماعية للشركات في حين تضمنت الجلسة الثانية محور المناطق الصناعية وفرص الاستثمار مشاركة القطاع الخاص وأيضا مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في الاستثمار في الدقوم أيضا مشاركة القطاع الخاص في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة في الدقوم وفي عمان بصفة عامة ولكن الدقوم حقيقة بصفة خاصة فيها مشاريع يتطلب أن ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمة حقيقة هذه المشاريع الكبيرة على هامش الملتقى أقيم معرض شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في جمعيات المرأة العمانية بولاية الدقوم ومحوت والجازر ومصيرة وعدد من الشركات التي ترى في المنطقات الاقتصادية بالدقوم فرصا مناسبة للاستثمارات في مجالات متعددة وقام صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود السعيدة مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بجولتين شملت عددا من المشاريع الاقتصادية بالدقوم بما فيها مشروع الحوض الجاف التعرف على حجم الاستثمارات والمشاريع التي يتم تنفيذها في ولاية الدقوم نقلة اقتصادية كبيرة في ولاية الدقوم تعزز فرصة تنافسية وتساهم بشكل كبير في زذب مزيد من الاستثمارات إلى السلطنة في مختلف المجالات وتعمل على تحقيق الشراكة بين المجتمع المحلي والشركات العاملة هنا في ولاية الدقوم محمد بن أحمد السليم المهري ولاية الدقوم محافظة الوسطى وعلى هامش الملتقى وقع معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقوم على ثلاث اتفاقيات لمنح حقوق الانتفاع بالأرض مع شركات محلية لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقوم وتعنى الاتفاقية الأولى بإنشاء معهد فني وتقني يقدم دورات تدريبية في المجالات الميكانيكية والكهربائية والمعدات وصيانة وبناء السفن وصيد الأسماك فيما تعنى الاتفاقية الثانية بإنشاء مشروع سياحي يتضمن شققا فندقية ومحلات تجارية فيما تعنى الاتفاقية الثالثة بحق الانتفاع بالأرض معهية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقوم إلى إنشاء مشروع سياحي يتألف من فندق ومحلات تجارية عقد بالعاصمة القطرية دوحة الاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربية ترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية افتتح الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية بدول الخليج بتهنئة الشعب العماني والقيادة بالسلطنة بعودة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى البلاد توجه بخالص تهنى للشعب العماني الشقيق والحكومة العمانية بعودة جلالة السلطان قابوس بن سعي سلطان سلطنة عمان الشقيقة سالما معافى إلى أرض السلطنة سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها ألقت بظلالها على الاجتماع الوزاري أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول في مقدمتها الجمهورية اليمنية فظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات الأمنية والتي تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس والعالم بأسره كآفة خطيرة توجب التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة منها الاجتماع السادس عشر لوزراء الداخلية خرج باتفاق لإقرار إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية بعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية ودعا الاجتماع إلى تفعيل القرارات الأمنية الصادرة عامي 2010-2011 وتعزيز وتطوير المنظومة الأمنية المشتركة من خلال تضافر الجهود والتنسيق الأمني في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الوحدة والترابط الخليجي وفي ختام زيارته قام معالي السيد وزير الداخلية والوفد المرافق له بجولة بمطار حمد الدولي اطلع خلالها على أحدث الإجراءات الأمنية والجمارك في المطار وكيفية الاستفادة من التجربة القطرية بمطارات السلطنة التطورات والأحداث الأقليمية وتداعياتها الأمنية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت لها الحضوة في الاجتماع التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وخرجوا برؤية موحدة نحو تعزيز وتنظيم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لتلفزيون سلطنة عمان أحمد بن سالم الكندي الدوحة دولة قطر دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمبايعة ولي العهد وولي ولي العهد الجديدين بعد نصدر أمرا ملكيا بإعفاء الأمير مجرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وعين الملك سلمان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز السعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية بينما عين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع وعين العاهل السعودي محمد أسويلم رئيسا للديوان الملكية كما تم تعيين عادل الجبير وزيرا للخارجية خلفا للأمير سعود الفيصل الذي أصبح وزير دولة ومشرفا على الشؤون الخارجية وإلى الشأن اليمني حيث ذكرت مصادر يمنية أن المسلحين الحثيين ومؤيديهم من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح أحرزوا تقدما في مدينة عدن جنوبي اليمن وتمكنوا من الاستيلاء على مناطق في المدينة المصادر أيضا أشارت إلى أن المسلحين الحثيين فرضوا سيطرتهم على الطريق المحادي للبحر في حي خرم كسر وسيطروا على منطقة تمتد من القنصلية الروسية إلى حي كريتر للأعمال يأتي ذلك فيما يواصل طيران التحالف العربي غراته الجوية في اليمن حيث استهدف مواقع الحثيين في صنعاء وإب وتعز في الشان العراقي سقط عشرات القتل الجرحى والجرحى عفوا نثر تفجيرات وقعت في عدة مناطق بالعاصمة بغداد بحسب مصادر أمنية عراقية فيما قتل أربعة مدنيين واصيب عشرة أخرون في تفجير وقع في مدينة بعقوبة وفي المقدادية هاجم مسلحون مجهولون موكبا أمنيا شمال شرقي بعقوبة ما أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح تزامن ذلك مع معارك عنيفة خاضتها القوات العراقية لاستعادة سد تقسيم الحيوي الواقع غرب العاصمة بغداد من تنظيم داعش ويخوض الجيش معارك عنيفة مع التنظيم لاستعادة تلك المنطقة ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للسد والمنازل المجاورة في سوريا قتل نحو ثمانية وثلاثين شخصا في الاشتباكات الدائرة منذ أيام بين المعارضة السورية المسلحة وتنظيم داعش قرب مرتفعات الجولان وفي ريف حلب قتل عشرات من المدنيين على الأقل بينهم ستة أطفال وأصيب خمسون آخرون بجروح ثرغارات جوية شنها طيران السوري على مناطق في حلب وريفها وذكر المرصد السوري أن القوات السورية استهدفت سوقا تجاريا في ريف حلب الشمالي ومباني في حي الفردوس الواقع تحت سيطرة قوات المعارضة المسلحة في النيبال يخوض رجال الإنقاذ سباقا مع الزمن محثا عن أحياء محتملين تحت الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة كاتماندو ومناطق أخرى السبت الماضي وناشدت الحكومة النيبالية المجتمع الدولي بتكثيف جهود الإغاثة وتقديم المعونات الطبية الطارئة والمواد الأساسية للمتضررين من الزلزال وشهد مطار العاصمة الدولي حركة كثيفة لاستيعاب وصول الطائرات العسكرية التي تنقل المساعدات حيث أعلنت أستراليا مساعدتها بنحو خمسة ملايين دولار ورسال طاقم إنقاذ وإغاثة لإخلاء المحتجزين وشكل الزلزال ضربة قوية للاقتصاد النيبالي فيما تقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو خمسة مليارات دولار طلب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دول الاتحاد الأوروبي بتحديد حصة لكل دولة في الاتحاد لاستقبال اللاجئين وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه يتعين على دول الاتحاد توزيع اللاجئين على كافة أوروبا مضيفا أن قرارات حكومات الاتحاد الأوروبي في القمة الطارئ الأخيرة المنعقدة في بروكسل ليست كافية لحل مشكلة اللاجئين هذه نشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل فرحة وطن أوبوريت ترافي جسده أربعمائة مشارك من أبناء ولاية قريات تعبيرا عن العودة الميمونة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه فورد تورس وفورد فيوجين سيارتان مليئتان بتقليات تسجيب لأوامرك وتبقيك على اتصال وتجهيزات تحيطك بالسلامة ابتكارات تجعل القيادة بغاية الراحة والآن مع عروض أسعار بغاية الروعة بالإضافة إلى خدمة مجانية لخمس سنوات اكتشف المزيد مع العروض على فورد تورس وفيوجين لدى أقرب معرض فورد إليك أسرع فالعرض لفترة محدودة اشتركوا في القناة جناح السلطنة عمان في اكسبو ميلانو الفين وخمسة عشر من الأول من مايو وحتى نهاية أكتوبر الفين وخمسة عشر جلالة السلطان المعظم يهنئ الأمير محمد بن نايف لتعينه وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد في المملكة العربية السعودية السلطنة ومملكة إسبانيا تؤسسان صندوقا استثماريا بأكثر من 200 مليون يورو لدعم إنشاء صناعات إسبانية في السلطنة اتفاقيات لدعم توطين صناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الدقم على هامش ملتقى الدقم المجتمع والاتصال مصادر يمنية تتحدث عن تقدم للمسلحين الحوثيين في مدينة عدن واستيلائهم على عدد من أحيائها أهلا بكم من جديد دعم الشباب العربي واستيعاب طاقاته وبنائه عقليا وبدنيا كانت أبرز نقاشات المجلس التنفيذي لوزراء الشباب العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة السلطنة عرضت تجريبتها في النهوض بالشباب العماني ورعايته من خلال مشاركتها بوفد ترأسه مع الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية استثمار طاقات الشباب العربي وتوجيهها لترسيخ البناء والمواطنة في مواجهة تحديات التطرف تصدر اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة وقد شاركت السلطنة في الاجتماع بوفد ترأسه معالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية ناقش اليوم اجتماع وزراء الشباب والرياضة العربي مجموعة من القضايا التي تهم القطاع الشبابي والرياضي في الدول العربية أيضا أقر مجموعة من الانشطة والتوصيات التي رفعت من اللجان الفنية مثل اللقنة الشبابية واللقنة الرياضية وتم اقرارها لتنفيذها في مختلف دول العربية وهناك ايضا كثير من القضايا الهم الأخرى استعرض الاجتماع المهام التي نفذها صندوق الانشطة الشبابية والرياضية في عدد من الدول العربية العام الماضي وكذلك الخطط المعتمدة للعام الحالي حظينا اليوم بالشماع مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعطانا كلمة نصائح مفيدة بالنسبة لأهمية الشباب والعمل بالنسبة للقطاع العام هذا بكل الدول العربية وأهمية التعاون بجميع الدول العربية بتعاون الدول العربية إن شاء الله أن يتحسن وضع الشباب في العالم العربي لأنهم أهم مشاريعها جميع قادة السياسية في جميع الدول الآن يعني يشعرون أنها الأولوية الأولى لدولهم وقد أكد وزراء الشباب العرب على أهمية ودور الشباب العربي في التنمية والممارسة السياسية على أسس سليمة أن الرياضة أصبحت في العالم كله صناعة هائلة تقوم على جهود الشباب أهمها الاستثمار الجيد للمواهب الرياضية الشابة والاستثمار الأمثل للمنشآت الشبابية والرياضية التي يستنفذ فيها الشباب طاقة ولقد كانت تلبية احتياجات الشباب ورغباتهم هدفنا الأول ولازال ولكن التحدي اليوم يكمن في ضرورة الإسراء وتنويع وطيرة العمل مع الشباب بتمنى أن تكون اجتماعات الوزارة الشباب العرب الحالية بالقاهرة في أبريل 2015 بداية أو عودة عودة للأمجاد الرياضية بين الفرق العربية والأنديها العربية يعني الدورات الأوروبية والدورات الأسيوية والدورات عشرين دولة بيكلم عشرين لغة في أي مكان إحنا عشرين اتنين وعشرين دولة بيكلم لغة واحدة عددتنا واحدة تقاليدنا واحدة دينا واحدة أخلاقنا واحدة يذكر أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي وأبرزها اختيار المنامة عاصمة للشباب العربية بين البناء والمشاركة وبين التغييب والاستغلال يكون الشباب العربي في مجتمعاتهم إما نورا أو نارا من جامعة الدول العربية بالقاهرة صحر صبري كليفزيون سلطنة عمان الخدمات الإسكانية بالسلطنة كانت ضمن محاور الجلسة الحوارية الثالثة التي ينظمها مجلس الشورى الجلسة اجتملت على عرض للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول دراسة تتعلق بإنشاء مجمعات سكنية متكاملة وتمليكها بنظام الأقصاط الميسرة بهدف توفير المسكن المناسب للشباب البحث عن المسكن الملائمة أو قطعة أرض بها خدمات هي الحلم الذي بات يراود فئة الشباب خاصة من المقبلين على الزواج ومن هذا المنطلق جاءت دراسة التي نفذتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى والتي حملت في مضمونها مقترح المجمعات السكنية المتكاملة أتت فكرة الدراسة لإيجاد حل للانتظار الطويل الذي يعانيه الشباب حاليا والجميع يعلم بأن هناك قوايم طويلة وانتظار لسنوات حتى الحصول على الأرض ومن ثم بعدما يحصل على الأرض ينتظر انتظار آخر للحصول على القرض مجلس الشورى بدأ يخرج من إطار التنظير بدأ يدخل في عملية اقتراح الأفكار طرحها أخذ الرأي العام يعني تقبل الرأي الآخر وبالتالي هذا كله يدخل الحكومة كشركة هذا كله يخلق أفكار ناجحة ويساهم في إنجاح المشاريع جلسة حوار الشورى في نسختها الثالثة أوضحت ملامحة من تلك الدراسة التي لاقت استحسانا من العديد من الحضور والمتابعين لمحاور الدراسة بيد أن البعض منهم طالب بمزيد من المسوحات الميدانية لمعرفة واقع احتياجات الشباب من الخدمات الإسكانية بالفعل كان في نموه ملحوظ في 2014 في القطاع العقاري في السلطنة وصل إلى قرابة 3 مليار ريال عماني بالنسبة نموه كبيرة جدا مقارنة مع 2013 والمؤشرات الأولية الآن في 2015 الربع الأول كذلك هناك نسبة نموه ملحوظ هذه المشاريع المجمعات السكانية المتكاملة بالعكس ستكون إضافة جديدة وأعتقد سوف تساهم برفع مساهمة القطاع العقاري العماني في الناتج المحلي الإجمالي بحيث سوف تدخل شركات تطوير عقاري جديدة هذه القلسات الحوارية مهمة طبعا يوضح الترابط ما بين المجلس الشورى والمجتمع المحلي مثل هذه القلسات ووضح الأهداف هذه الدراسات السوق العقاري شهد انتعاشا مؤخرا في ظل زيادة الطلب على الأراضي بالسلطنة حسب ما تشير الإحصاءات في عام 2014 لما سسوق العقار سقف الثلاثة مليارات ريال عماني وهذا سيساهم في إنجاح مشاريع التطوير العقاري بالسلطنة دراسة المجمعات السكانية التي أحالها مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء يتوقع لها أن تساهم في التقليل من فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها مقدم الطلبات والتي وصلت حتى العام الحالي ما يقارب نصف مليون طلب الجلسة الحوارية الثالثة لمجلس الشورى أوضحت العديد من ملامح الدراسة التي قامت بها لجنة الخدمات والمتعلقة بالمجمعات السكانية المتكاملة الكثير من الحضور أبدو العديد من الملاحظات على هذه الدراسة في مرحب آخرون بإيجابياتها المختلفة سيب خلفان الكندي من مجلس الشورى محافظة مسقط تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح ندوة يعتزم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء تنظيمها في مسقط خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من الشهر المقبل وذكر المجلس في مؤتمر صحفي أن الندوة تهدف إلى تطوير تنفيذ الأحكام والسندات في السلطنة والتعريف بالقواعد المتعلقة بها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال مشيرا إلى أن الندوة ستتضمن ثمان عشرة ورقة عمل في خمسة محاور يقدمها قضاة ومستشارون وخبراء وقانونيون وأكاديميون بحث أوجه التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري كان أبرز ما استعرضه معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع خلال استقباله بمكتبه وفد برنامج كابستون بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الفريق أول متقاعد جوزيف آشي والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا كما تم خلال مقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الجوانب ذات الصلة بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الطيبة حضر المقابلة سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية كانت أبرز ما تم التطرق إليه خلال استقبال الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيسي أركاني قوات السلطان المسلحة بمكتبه وفد برنامج كابستون بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الفريق أول متقاعد جوزيف آشي الذي يزور السلطنة حاليا تم خلال المقابلة تبادل وجهة النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك استعراض عدد من الجوانب ذات العلاقة بشأن كأس العالم العسكري لكرة القدم سيزم ومناقشة التخطيط والتنظيم ومتابعة جهازية الملاعب والمنشآت الرياضية بالسلطنة كانت أهم الموضوعات التي تصدرت مناقشات الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيسي أركاني قوات السلطان المسلحة مع أعضاء لجنة كأس العالم العسكري لكرة القدم الذي يزور السلطنة حاليا كما تطرق الاجتماع إلى جهازية السلطنة لاستضافة كأس العالم العسكري الثاني لكرة القدم عام 2017 دعا مؤتمر المسؤولية الاجتماعية إلى إيجاد إطار تنظيمي لتقديم الخدمات المجتمعية تعزيزا لدورها في دعم المشاريع والمبادرات بالسلطنة مؤكدا على همية مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للتعاون بين القطع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المؤتمر الذي عقد في كلية السياحة رعى افتتاحه مع علي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزر التنمية الاجتماعية نخبة من المتحدثين والمختصين يناقشون واقع وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والشركات المعنية بالمشاركة المجتمعية حقيقة واقع مبشر وطيب ولكن بحاجة إلى المزيد من مساهمات هذه الشركات تجاه المجتمع في كل القطاعات وتكاتف جهدها بحيث لا تتشتت هذه المساعدات أو الأعمال الخيرية التي تقوم بها بحيث تركز وتتماشى مع خطط السلطنة التنموية مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الذي يستعرض عددا من أوراق العمل يأتي تعزيزا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وكيفية استفادة المجتمع من تبني الشركات الوطنية والخاصة لسياساتها المجتمعية كلمات الافتتاح أكدت على أهمية المؤتمر لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع إبرازا لأهمية الدور المؤثر للقطاعات المشاركة في منظومة التنمية الشاملة نأمل من خلال هذا اللقاء بين مؤسسات المجتمع المدني وبين القطاع الخاص ممثلا في الشركات العمانية الحاضرة معنا اليوم أن نصل لرؤية واضحة حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية في عمان وكيفية تعزيز الثقافة والمفهوم ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية أبرز محاور جلسات المؤتمر من خلال جملة من أوراق العمل أهمها واقع المسؤولية الاجتماعية في السلطنة بمفاهيم جديدة ودور القطاع الخاص في هذا الشأن مع تحديد سياسات واضحة لمسؤولية الشركات وسبل النهوض بها لسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واجب وحق وطني أن تساهم الشركات في دعم المجتمع المحلي فقط كل ما نأمله من القطاع الخاص أي تأطير عملية الدعم للمجتمع المحلي من خلال صندوق معين معني بجميع الشركات تقوم الحكومة أو أي جهة معينة مشرفة على الصندوق بصرفه على المجتمع المحلي بطريقة مدروسة وعلمية المؤتمر شدد على أن القطاع الخاص مسؤول عن تقديم خدماته الاجتماعية وليس كما يعتقد أنها من الأعمال الخيرية والتطوعية مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني وإدارات المسؤولية الاجتماعية لا تزال تعاني من ضعف المنهج المؤسسي في العمل كما أن مستوى بناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص ما زال متدنيا جدا ودع المشاركون في المؤتمر إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب وإيجاد إطار تنظيمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع المؤتمر بحث بالتجارب واقع المسؤولية الاجتماعية في السلطنة ووضع بالدراسات الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها ومن المؤمل أن تساهم مخرجاته بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة أحمد بن عبدالله الندابي كلية عمان للسياحة يعتبر مشروع الريادة ضمن الاستراتيجيات التي أطلقتها وزارة الصحة بهدف تشجيع الموظفين لديها على المبادرة في المجالات الإدارية والمالية وقد ناقش المجتمعون مشروع الريادة في الملتقى السنوي الثاني للريادة الذي رعى افتتاحه مع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة النسخة الثانية من ملتقى الريادة ضمن سعي وزارة الصحة لتعزيز وتطوير نظم العمل المختلفة لديها والتي تستهدف الموارد البشرية بقطاعاتها المختلفة السعي من خلال هذه المبادرات هو تلمس التحديات التي تواجه العمل وأيضا التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصحي في القوانب المتعلقة بالإدارة الموارد البشرية والموارد الأخرى المعينة في تألية الخدمات الصحية اليوم طبعا نحن سعداء كثير في الوزارة هناك نخبة مجيدة من أبناء هذه الوزارة الذين اعتزوا بهم جميعا قدموا مبادرات دللوا من خلالها على ارتباطهم الوثيق بأعمالهم اليومية الملتقات انطلقوا فكرتها على طرح مبادرات مجيدة للعاملين في القطاع الصحي وفق شروط معينة تهدف إلى تشجيع الموظفين لديها على المبادرات في المجالات الإدارية والمالية وغيرها أطلقت المبادرة إيمانا بأهميتها وهي تجني ثمار نجاحها للسنة الثانية على التوالي أكثر من 56 مبادر وقد تم اختيار 9 مبادرات منها استوفت الشروط بعد أن تم وضعها في نظام التدقيق لضمان الجولة وما يقدم من مبادرات تقدمنا مبادرة باستخدام شفرة الاستجابة السريعة في الخدمات المقدمة للقطاع الطبي الخاص مبادرات الرياضة تشكل أحد العوامل المهمة لتحقيق التطوير في المجالات الوظيفية المختلفة لتحسين جودة العمل وتشجيع التفاعل ورسط طبيعة العمل للخروج بفكر جديد من موقع الرؤية التي تتبعها وزارة الصحة تشارك شرطة عمان السلطانية في معرض كومكس 2015 وذلك بهدف إبراز أهم المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور بشكل مباشر وتقريب وجهات النظر بين مقدم الخدمة والمستفيد منها لزيادة الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بمشاركة 34 مؤسسة حكومية و150 شركة خاصة تشارك شرطة عمان السلطانية بمعرض كومكس 2015 وذلك من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الوعي بخطوات خطة التحول الإلكتروني من خلال عرض مشاريعها الإلكترونية وأحدث الأدوات والأجهزة المستخدمة لكافة الخدمات الشرطية طبعا تأتي أهمية المشاركة بالنسبة للشرطة هي تنفيذ توجيهات القيادة الموقرة بضرورة إبراز دور الشرطة الكبير والفاعل في المجتمع الرقمي أنتوا تعرفوا أن نحن عمان تعمل كلها بجميع الوزارات والمؤسسات لمشروع عمان الرقمية والتحول الرقمي بناء على توجيهات مولانا حضرت صاحب الجلالة أبقاه الله وحفظه فهدف الشرطة من المشاركة تبرز أهمية التكنولوجيا في عالم الشرطة أهم ما وصلت إليه الشرطة من التكنولوجيا والتقدم نوري خدماتنا للناس نوريهم أن نحن مؤسسة عسكرية إلكترونية متطورة وتأتي مشاركة شرطة عمان السلطانية في معرض كوميكس من أجل تحقيق العديد من الأهداف كالتعريف بالخدمات الإلكترونية والرد على استفسارات الجمهور بشكل مباشر وتقريب وجهات النظر بين مقدم الخدمة والمستفيد منها خدمات الإلكترونية التي تقدمها الشرطة تقلت لطفرة كبيرة ما شاء الله بل أول يدويا بالسابق الحين إلكترونيا بالنسبة للبطاقة الشخصية والجواز السفر صار سهل من مثل الأول إمتأت مشاركة شرطة عمان السلطانية ومثلة بالإدارة العامة للمرور لهذا العام في معرض الإتصالات التقنية كوميكس 2015 لعرض آخر تقنيات التي تستخدم الإدارة العامة للمرور لدينا طبعا حدة حسابات في تويتر وفيسبوك وانستجرام طبعا هذه الحسابات تعرض الثقافة المرورية وتحاول تنشر الوعي الثقافة المرورية من خلال البحوثات والدراسات التي قدمت وتتميز البنية التقنية لشرطة عمان السلطانية كونها أسست على أفضل الممارسات العالمية من وجود قواعد بيانات رئيسية متكاملة تخدم الجهاز والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مع الجهازية التامة للعمل بنفس الكفاءة والفاعلية في أحوال الطوارئ والظروف الطبيعية الاستثنائية كما تعتبر شرطة عمان السلطانية من المؤسسات السباقة في استخدام شبكة الربط الحكومية الموحدة ويتم استضافة المواقع الإلكترونية في مزودات الخدمة على مستوى علي من الكفاءة والأمان تعد شرطة عمان السلطانية في صدرة المؤسسات التي دعمت استراتيجيات ومبادرات مجتمع عمان الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية واتات مشاركتها في معرض كوميكس من أجل عرض المشاريع الإلكترونية الحديثة التي تسهل في تقديم الخدمات للمستفيدين منها الملازم منير بن محمد السنان مزغط اشتركوا في القناة جناح السلطنة عمان في أكسبو ميلانو 2015 من الأول من مايو وحتى نهاية أكتوبر 2015 ونتوصل معكم في هذه النشرة الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل موسى بن جعفر اللواتي إليك موسى النشرة الاقتصادية برعاية شكراً خالد وبثينا أهلاً بكم وتتابعون في النشرة الاقتصادية موسى في إطار التحول للحكومة الإلكترونية وزارة القوى العاملة توقع مع هيئة تقنية المعلومات اتفاقية للدفع الإلكتروني موسى أهلاً بكم وإلى التفاصيل أسند مجلس المناقصات مشروع ازدواجية طريق نزوة بهل مرفع دارس جبرين بمحافظة الداخلية كما أسند المجلس العروض الفنية لمشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لواء بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط نقل المياه من بوشر إلى السيب بمحافظة مسقط وبلغت جملة المشاريع التي أسندها المجلس 33 مليون 991 ألف ريال عماني ترأس الاجتماع مع للدكتور رشيد بن الصاف الحريبي رئيس مجلس المناقصات في إطار تنفيذ استراتيجية التحول للحكومة الإلكترونية وقعت وزارة القوى العاملة مع هيئة تقنية المعلومات على اتفاقية للدفع الإلكتروني وعلى هامش معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2015 تم إطلاق مبادرة تسجيل الأسماء وعناوين المواقع الإلكترونية ضمن نطاق السلطنة على هامش معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2015 وقعت وزارة القوى العاملة مع هيئة تقنية المعلومات وبنك مسقط اتفاقية الدفع الإلكتروني وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التحول للحكومة الإلكترونية والتي تخدم أصحاب العلاقة في إنهاء معاملاته كاملة عبر الشبكة الدولية والهواتف الذكية كما وقعت اتفاقية أخرى بين أحدى الشركات المحتضنة في مركز الساس لريادة الأعمال بهيئة تقنية المعلومات والجمعية العمانية للنقل لتقديم خدمة حجز سيارات الأجرة إلكترونيا وزارة القوى العاملة حرصت منذ البداية على تطبيق استراتيجية الوطنية للمجتمع الرقمي العماني والحكومة الإلكترونية وتم التواجد الفعلي لوزارة القوى العاملة منذ عام 2003 وتبعه فيما بعد 2005 اللي هو التعامل مع العمل الإلكتروني وبالتالي فصارت جميع أعمال وزارة القوى العاملة إلكترونيا هذه الاتفاقية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وبينك مصقط وهي تخص عملية إمكانية توفير خدمة دفع إلكتروني عبر نوقع إلكتروني للوزارة فإن شاء الله سيكون بإمكان جميع المواطنين والمراقعين والناس اللي عندهم معاملات في الوزارة التسجيل والتحصيل على خدمات من دون حاجة لزيارة الوزارة إن شاء الله وشهد معرض كومكس أيضا إطلاق هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة حول تسجيل اسم وعنوان الموقع ضمن نطاق عمان من أجل تشجيع استخدام النطاق العربي في الموقع الإلكتروني وتدشين وزارة التربية والتعليم تطبيق السلف المدرسية والذي يوفر للمستخدم القدرة للحصول على الحصة المالية المقدرة بالمدرسة بالإضافة إلى إطلاق مجموعة مصقط للإعلام خدمة علوم الساعة تأتي مبادرة نقطة عمان لتعزيز محتوى الإنترنت باللغة العربية وكذلك تثبيت الهوية العمانية باللغة العربية حيث أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات 120 موقع لمؤسسات صغيرة ومنتمسطة وكذلك المؤسسات الحكومية لتسجيل نطاقات باللغة العربية الخدمة المميزة تأتي ميزتها أنها إضافة إلى خدماتنا الإلكترونية السابقة في المجموعة مسخة الإعلام سابقة ندشنا ناواتس علوم وأيضا علوم الشيبيب ولان نحن ندشنا علوم الساعة فإضافتها أنها أيضا مميزة على مستوى العالم ويواصل معرض كوماكس فعاليته المختلفة مع تزايد أعداد الزوار لكافة أقسامه التي تضم مختلف الخدمات والتقنيات والتطبيقات الحديثة التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة حيث وصل عدد الزائرين خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 35 ألف شخص نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فهولون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء في دفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة أهلا بكم من جديد أمهلت وزارة القوى العاملة العمال الوافدين المخالفين ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم وأعلنت عن مجموعة من التسهيلات منها الإعفاء من الغرامات والرسوم للمستفيدين من القرار الذي يسر اعتبارا من الثالث من مايو إلى نهاية يوليو المقبل صرح بذلك لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل الذي تحدث أيضا عن وجود تسهيلات أخرى حول السماح للقوى العاملة الوافدة بالانتقال بين المؤسسات وتغيير المهن وتصحيح البيانات والمعلومات اعتبارا من ثلاثة خمسة نبدأ العمل به ولكن هناك تبقى مدة زمنية لابد أن نعطيها لصاحب العمل حتى يتأكد من العمال التابعين له وهو نحن ننزل قوائم بالنسبة للعمال الراغبين بمغادرة البلاد وطبعا يتم اطلاع جميع أصحاب العمال لعمالهم من خلال موقع الوزارة طبعا المدة الزمنية هي لمدة ثلاثة أشهر طبعا هذا يأتي في إطار تنظيم سوق العمل بأكمله وبالتالي الوزارة حريصة جدا على أن يتم إعادة تنظيم سوق العمل ويتم تصحيح البيانات العمال وبحيث أن نوصل إلى أرقام صحيحة ودقيقة حتى نستطيع أن نتفاعل معها ونكون أرقام فعلية بإذن الله هناك جهد كبير جدا ومقدر حقيقة بالنسبة للتعاون مع الجهات المعنية الأخرى خاصة شرطة عمان السلطانية حتى تتوافق جميع الأرقام بالنسبة للعمال القوى العاملة التي تعمل بالسلطنة مع أيضا الأخوة في شرطة عمان السلطانية وقعت شركة تنمية نفط عمان عقدا بقيمة ستمائة مليون دولار مع شركة النفط والغاز الأندونسية ميتكو إنزاقي وذلك لمواصلة تطوير مشروع حقول كريم الصغيرة ووصفت الشركة العقدة بالمهم للغاية ويستمر حتى عام الفين وأربعين حيث يتم بمجبه حفر مئة بئر جديدة هذا وتأمل شركة تنمية نفط عمان زيادة وتعظيم الإنتاج من حقول كريم الصغيرة كما يتيح المشروع زيادة فرص العمل للعمانيين رعى حفل عقد التوقيع معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم واحدا وستين دولارا وثمانية وخمسين سنتا وأفادت برصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ سبعة وعشرين سنتا عن سعر يوم أمس تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ خمسة وخمسين دولارا وتسعة سنتات مسجلا بذلك انخفاضا بلغ دولارا واحدا واثني عشر سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل الجاري اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال طرح خمسة وثلاثين بالمئة من إجمال رأس المال المصدر والمدفوع من شركة العنقاء للطاقة والبالغ حجمه ستة وخمسين مليون ريال عماني ويبلغ عدد الأسهم المطروحة بالشركة خمسمائة واثني عشر مليون سهم بسعر مائة وعشرة بيسات للسهم الواحد وستبدأ فترة الكتاب في العاشر من الشهر المقبل وتستمر حوالي شهر وحدد الحد الأدنى لصغار المستثمرين بمائة سهم فيما حدد الحد الأدنى لكبار المستثمرين بستمائة ألف سهم نهاية النشرة الاقتصادية وهذه عودة للزملاء خالد وبثينة وبقية أخبار النشرة النشرة الاقتصادية برعاية قربك نحن نصنع وقود الحياة شكرا لك موسى لوحات من التراث العماني الأصيل جسد فنونها 400 مشارك من أبناء ولاية قريات تعبيرا عن فرحتهم بالعودة الميمونة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه اللمسية الوطنية التي كانت تحت رعاية معالي مستشار جلالة السلطان لشؤون الثقافية شارك فيها نخبة من الفنانين والشعراء بالسلطان أزاهر فرح لحن طرب على رقصة الأطفال وتحية الكبار بأنغام أبريت عودة الروح بولاية قريات أثنين لأهل قريات هذه الأعضاء المتقدد في هذه المناسبة الغالية مشاركتهم فرحة الوطن يقوم مقدم القايد الحفظه الله ورعاه وهي لحظات يتجز من حلقات الملحمة الوطنية العمانية التي تتقسط العهد والولاء والمحبة والوفاء لقايد الخير والعطاء السلطان القابوس حفظه الله ورعاه المقدم السعيد فرح الأطفال ببشرى بعد شوق لعودة بيرق الأمجاد لوحات مستوحى من التراث العمانية الأصيل عبر فيها أربعمائة مشارك عن غبطتهم بعودة صاحب الجلالة السلطان قابوس لأرض الوطن من خلال هذا الأفريت الحقيقة كنت مركزة على أن الجرعة الوطنية تكون بنبش من التراث الرجوع للتراث اللي هو يمكن خلاصة أكثر من نصف قرن وحاولت قدر الإمكان أنه حتى الجمل اللحنية تكون أيضا جديدة ما زالت القوافي قيثارة المشهد تنثر إكليل السعادة في حركة متقنة أو كلمات تردد كلمات لم تكن لترقى لو لا جهود الشباب في التلحين وفي الأداء يعني أسماء كبيرة هي اللي ساهمت وهذا واجب مني كشاعر أنا أتشرف بأن أترنم بهذه الكلمات في حب مولاي نحن بحاجة لمثل هذا التعبير الوطني لأنه يقسد قيمة المواطنة وهو تعبير أيضا عن الوطنية الوطنية الخالصة الوطنية التي يحتاج لها الوطن للحب للعهد النظير لعزة نهديك سلطان البلاد قلوبنا هي لوحة الختام في مشهد وطني ما كان له أن يكون إلا بعودة الروح للجسد عودة الروح نبض وطن ما برح ينتشي مواطنوه فرحا لا يفارق بوح بهجتهم بالمقدم الميمون من ولاية قريات أحمد بن بارك الدرماكي ختاما لهذه النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين جلالة سلطان المعظم يهنئ الأمير محمد بن نايف لتعينه وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد في المملكة العربية السعودية السلطنة ومملكة إسبانيا تؤسسان صندوقا استثماريا بأكثر من 200 مليون يورو لدعم إنشاء صناعات إسبانية في السلطنة اتفاقيات لدعم توطين صناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الدقم على هامش ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد مصادر يمنية تتحدث عن تقدم للمسلحين الحوثيين في مدينة عدن واستيلائهم على عدد من أحيائها نهاية النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في حبد الله اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس معلومة اليوم عن الرصدة الجوية وهي عبارة عن تقييم وتسجيل لعنصر أو أكثر من عنصر من عناصر الطقس والتي تصف الحالة السائدة لحالة الطقس في توقيت معين على سطح الأرض أو في طبقات الغلافة الجوية تأخذ هذه الرصدات الجوية من خلال محطات قد تكون هذه المحطات أوتوماتيكية تعمل بحساسات وأجهزة متخصصة في أيضا بحساسات ومحطاتيكية تقوم بحساسات تقوم بحساسات الوقت بحساسات تقوم بحساسات في محطات الأرض الجوية يقوم بحساسات هذا المخطص بمراقبة الأجواء وتسجيل هذه البيانات وإرسالها تعتبر بيانات الرصدات الجوية بيانات هامة جدا في بناء توقعات واحتمالات الطقس وأيضا تغذية النماذج العددية ببيانات الرصدات الجوية وبالتالي تعتبر هذه الرصدات الجوية رصدات مهمة وكذلك لا بد أن تكون عالية الدقة مباشرة إلى آخر صور الجوية لا جديد يذكر أجواء مثل ما نشاهده هنا خالية من السحب بوجه نعام في معظم الجائشة بالجزيرة العربية أجواء السلطنة وبحر العرب لا زال مرتفع الجوي متواجد في أجواء المنطقة ويؤثر عليها مباشرة إلى حركة الرياح للنهار القادم الرياح تكون جنوبية غربية على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد معتدلات السرعة في مجملها نشطة أحيانا تصل 15 عقدة في حين تهب رياح شمالية غربية هنا في أجواء محافظة وسطى معتدلات السرعة بحر متوسط موجة سأقصر اتفاعا له مترين على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد مع رطوبة تصل أحيانا إلى 90% المناطق الساحلية لا تزال الرياح جنوبية غربية هنا غرب محافظة وسندم وتتراجع غدا إلى معتدلات السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد وبالتالي البحر يكون هادئ الموج يصل أقصر اتفاعا له متر واربع المتر في حين تهب رياح شمالية غربية هنا على سواحل سطن طل على بحر عمان سرعتها تصل إلى 10 عقد معتدلات السرعة وبحر هادئ الموج كذلك يصل أقصر اتفاعا له متر واربع المتر وارطوبة نسبية تتراه ما بين 40 إلى 70% أجواء مشمسة غدا في مسقط ودرجات الحرارة تصل عند أواخر الثلاثينات 42 العظمى غدا في رستاق ضمن أجواء مشمسة في معظم أرجاء محافظة جنوب الباطنة وكذلك على سواحل شمال الباطنة منما درجات حرارة هنا تبقى حول منتصف الثلاثينات أربعين العظمى غدا في خصب مع أجواء مشمسة بوجه عام في معظم أرجاء محافظة مسندم إبرة 41 درجة مئوية والأجواء خالية من السحب أجواء مشمسة في نزوة غدا ودرجات الحرارة عندها 43 درجة 21 في جبل الشمس مع أجواء مستقرة و42 درجة مئوية في عبري غدا والأجواء تبقى مشمسة كذلك والحال بالنسبة للبريمي ودرجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية 30 في صلالة مع انتشار بعض الصحب بشكل متفرق و36 في ثمريت والأجواء مشمسة بوجه عام في شمال محافظة ضفار تسطح الشمس غدا في أجواء هيما ومعظم أرجاء محافظة الوسطى ودرجات الحرارة عندها مطلع الـ 40 36 في مصير غدا مع تواجد السحب بشكل متفرق على سواحل محافظة جنوب الشرقية بينما هنا في الأشخرة 35 درجة مئوية والأجواء مشمسة بوجه عام 40 أعظم غدا في صور مع أجواء مشمسة ومستقرة كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس شكرا لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة